موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أصعد الله ووقاتكم بكل خير أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في قناة أفاق للتحليل الإحصائي والأبحاث الإنمية وسلسلة دروس برنامج SPSS25 يقدم باللغة العربية الدرس الخامس والخمسين تكويد القيم المفقودة Coding of Missing Values على برنامج SPSS المسيق فاليوز أو القيم المفقودة يعني غالباً في الـ Questionnaire أو الاستبانات أو Checklist بتكون يعني بعض مرات أو يعني في الأغلب إلا نلاقي فيها بعض من المسيق فاليوز هذه المسيق فاليوز أو القيم المفقودة طبعاً بتيجي لعدة أسباب الأسباب من أهمها أنه ممكن الـ Participant يكون ما جاوب على سؤال تخطى أو ممكن مثلاً أنه الـ Researcher ما سأل هذا السؤال لو كان interview the questionnaire مثلاً ممكن كمان بعض الأسباب أنه يكون السؤال مرتبط بالسؤال اللي قبله يعني مثلاً لو سألنا مثلاً هل عندك سيارة؟ لو كانت مثلاً إجابة لا، لو كان السؤال اللي وراه يعني ما لون السيارة هنا رح يتخطى هذا السؤال فحيكون يعني Missing Value برضو ممكن من المشاكل اللي تواجهنا في المسيق فاليوز أن المشارك أساساً مش فاهم السؤال أو مثلاً برضو أنه بعض من المرات بيكون المشارك مش حابب يجاوب على السؤال نظراً أنه في مثلاً خصوصية أو يعني مثلاً زي يعني الإنكم مثلاً أو الدخل يعني هذا المتغير على الأغلب لازم يلاقي فيه مثلاً داداً يعني ما بيحبوا الناس يحكوا عن الإنكم تباحهم أو الدخل تباحهم فعشان هيك غالباً هللاقي فيه فيه برضو أسئلة تانية ممكن أنها تكون يعني فيها نوع من الخصوصية زي مثلاً لو فيه مرض معين لو مثلاً الحاجات لها علاقة مثلاً بالأدكشن يعني هذي دايماً بنلاقي فيها ميسينج فاليوز فعشان هيك هذي الميسينج فاليوز طبعاً يعني لا شك إنها ممكنها تقلل من الباور تبعة الدراسة فعشان هيك إحنا يعني المفترض إنه يسير لها معالجة على برنامج الإحصاء ولكن يعني فيه شروط لهذه المعالجة يعني أول شرط إنه ما تكونش هذي الميسينج تسيد عن 30% من البيان لو زادت عن 30% ما منقدر نعملها مانجر الشغل الثاني إنه لازم تكون هذي المتغيرات أو العفونا القيام المفقودة فقدت ديران دملي يعني مش مقصودة يعني فقدها غير مرتبط بمتغيرات أخرى يعني هذا الاختبار يعني راح ناخده بدروس قادمة اللي هو إحنا بنسميه missing complete at random اللي هو الـ M-C-A-R هذا راح ناخده إن شاء الله في درس منفصل لكن في هذا الدرس بتنا نشوف كيف بتنا نتود القيام المفقودة على البرنامج في هذا الملف القدامنا في عنا ثلاث بيانات أو ثلاث متغيرات المتغير الأول طبعا يقص بالسكيل المتغير الثاني وهو لكرت سكيل والمتغير الثالث استرنك يعني أنا سميتهم على حسب شوء المتغير نوع هنا بدنا ننتبه على نقطة الآن السكيل والليكرت يعني المتغيرات الأوردنال والمتغيرات السكيل لو لاحظنا إنه الميسينك فاليوز فيها فيها علامة النقطة اللي هي البريوت هذه العلامة بتقولي إنه هنا فيه ميسينك فاليوز لكن لو لاحظنا السترنك ما فيش فيها هذه البريوت الـ SPSS لما يكون في عندي قيمة مفقودة تحت متغير نوعه سترنك ما بيحط لي هذه البريوت ولما آجي بدي أعمل Descriptive Analysis لمتغير سترنك ما بيكتب عليها ميسينك بيكتب لي عليها فالد الآن راح نشوف كل واحدة فيهم لحالة كيف Descriptive Analysis لإلها وكيف بدنا نعمل عملية تكويت للقيام المفقودة الآن أول واحد اللي هو المتغير لسكيل لو بدنا نعمله Descriptive Analysis عادي Descriptive Analysis لمتغير لسكيل طبعا أعطاني اللي هو الآن الفالد 15 والميسينك خمسة يعني هو already حكالي أنه أنت في عندك خمس قيم مفقودة تمام تكويت المتغيرات المفقودة بنعطيها قيم خارج نطاق بياناتنا يعني مثلا لو كان هذا score يعني score الطلاب من 100 ممكن أني أنا أكويت هين مثلا 999 على إنها missing value ممكن أكويت الألف على إنها missing value الآن راح أروح على السكيل راح أحط هين مثلا أحكيله أنه هنا عندي قيمة 999 هنا قيمة 999 برضو هين قيمة أي واحدة فيهم مفقودة راح أحط على إنها 999 الآن روحنا عملنا descriptive analysis لمتغير السكيل طيب هلأ هو حكالي أنه الميسينك تبعتي صارت زيرو هي كانت خمسة صارت زيرو طيب لكن المشكلة هين أنه أعتبر الأرقام اللي أنا دخلت لها 999 كإنها قيم ما فهم البرنامج أنه أنا بدي إياها missing فعشان هيك راح أروح أعرفها على الميسينك هين هحكيله أنه 999 طبعا هنا هادي خانة الميسينك قال لي أنا no missing values هي بالديفولت تبعتها أنا هحكيله لأ أنا بدي بدي missing values هانا هقوله أنه discrete missing values أنا طبعا هنا كودت قيمة واحدة اللي 999 هحكيله هادي عبارة عن missing value طيب هعمل أوكي الآن راح أروح أعمل descriptive analysis كمان مرة للمتغير طبعا هنا البرنامج فهم انهم already هدولة missing values اللي هم عبارة عن الخمسة اللي أنا حطيتهم طيب لو فرضا أنا الآن في عندي تسعمية وتسع 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 وتسعين والتاني عباه على إنها ألف يعني مثلا هادي خليها ألف وأنا دمجت التنين مع بعض حطيتهم في نفس الداتا سيت طيب شو بدي أعمل أنا هين صار في عندي قيمتان طيب لو كان القيمتان اللي عندي تسعمية وتسع وتسع وتسعين وألف بدي أروح يعني أعرف الألف راح أحكي له أنا في عندي قيمتان تسعمية وتسع وتسع وتسعين وألف بس راح أسكر هين حمله أوكي راح أعمل descriptive الآن راح يحكي لي إنه المسنج values تبعتك خمسة طيب تعالو الآن على الفاليوت أو الـ variable التاني الليو عبارة عن الكارت سيل هذا لو بدي أعمله descriptive analysis لللكارت سيل يعني أعطاني إنه يعني هدول الخمسة points الكارت سيل والمسنج values عبارة عن خمسة مسنج values طيب هدول انا بدي أروح أعملهم coding على البرنامج لو مثلا كانت واحدة فيهم ستة والثانية سبعة والثالثة اعفوا مش خمسة تمانية مثلا كانت برضو هادي هاي الصفر طيب شو بدي اعمل هان عندي من ستة الى تمانية هي قيم مفقودة وعندي برضو الصفر قيمة مفقودة طيب راح اروح احكي له هان اعتبر لي انه الرانج بلس وان اوبشينال دي سيكريت بسينك فاليوز ايش معناها هاي معناها انه انا بدي احط رانج من اللولة الهاي اللي هي عندي من ستة الى تمانية يعني كل القيم اللي بين الستة والتمانية هي عبارة عن ميسينك داتا مع اوبشينال دي سيكريت ميسينك فاليوز اللي هي عبارة عن الصفر هلأ كلهم راح يعتبر لي اياهم ميسينك الان لو عملنا احنا دي سكريبتف اناليسيس لللي كارتسكيل هيعطيني اللي هو طبعا التوتا اللي هو يعني الفالد هم عبارة عن خمستاش والميسينك هو عبارة عن خمس يعني قيم مفقودة طيب بنيجي الان الاخر متغير وهو عبارة عن السترينك السترينك عندي اللي هو متغير طبعا الكلام مش نيومريك لو لاحظنا انه برضو يعني كان مش حاطط بيريونت للقيام المفقودة الان لو عملنا دي سكريبتف اناليسيس دا المتغير اللي هو السترينك راح يعطيني هنا فالد ومش هيكتب هنا ميسينك والميسينك عنده زيرو ليش الميسينك زيرو لانه هذا عبارة عن سترينك ميسينك يومريك ما بيقدرش يحكيلي انه هذا عبارة عن ما بتعرف على الميسينك فاليوس لكن هين بيخليها فاضية يعني خانة فاضية عند الفالد وها ثلاثة لكن هي عبارة عن ميسينك الان لو بدي احرف هذا المتغير على انه ميسينك مثلا اعطي قيمة تسعة وتسعين مثلا احكي له انها تسعة وتسعين اعتبر ليها قيمة مفقودة راح اروح هين احكي له هذا تسعة وتسعين وهذا تسعة وتسعين وهذا تسعة وتسعين وهذا تسعة وتسعين طبعا هم عشرين بيان راح اعمل له هين ديسكريبتف اناليسيس راح يحكي لي انه الميسينك تسعة وتسعين هم عبارة عن ثلاث قيم اذا شفنا في درسي اليوم كيف بدنا نعمل كودينج لا القيم المفقودة على برنامج الاس بي اس اس سواء كان هذا المتغير او القيمة انفقدت في متغير سكيل او في متغير لكارت او في متغير استرينك في الدروس القادمة ان شاء الله راح نتعرف كيف بدنا نشوف الميسينك فاليوس يعني انها كومبليت لاتراندم او لا كيف منقدر نعالجها على برنامج الاس بي اس اس بطرق رياضية الى هنا اعزائي المشاهدين بيكون انتهينا من شرحات الدرس اشوفكم في لقاء تاني شكرا لكم اذا اعجبك الفيديو اعمل لايك وشير ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد